اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احمد بصراحة والله ما بجامل انت حداك يعني عارفني من فترة طويلة معاش اجامل انا بشكر اولا اولا دكتور محمد الجزاوي شكر اجامل جدا 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 اوه الدكتور خارد الجمال بس الدكتور محمد الجزاوي الراجل ده والله بيصرف من جيبه والله يعني حداك عارف انا بكلم حقيقي انا ما بطلعش جنيه من جيب انا بكلم الحق الراجل ده بيصرف من جيبه لحد ما رخص لحد ما عمل كل حاجة حتى في المواطشات بيطلع مكافآت اه مكافآت يعني عادية بعشرة جين حاجة رمسية بس برضو بتدي حافز للولد لكن صراحة في الزمن احنا فيه البراعم والكلام ده ومش حد بيعمل الدكتور الجزاوي بعمل طب النتائج بقى في المبارات الدورة كابتن بص كابتن محمد احنا سنة اولى اه اولا احنا اقوى فرقة في مصر من غير مبلغة الدكتور محمد سعد يشهد بالكلام ده وطبعا الدكتور محمد سعد هنجل لك السورة بعد كده حاجة كبيرة جدا يعني حاجة كبيرة جدا موليد 2011 احنا اقوى فرقة على مستوى مصر موليد 2011 اقوى فرقة على مستوى مصر 2011 عندنا ما شاء الله معظم لعيبة حاجة كبيرة جدا ويوصروا حاجة كبيرة جدا عندنا فرقة 2005 فرقة كويسة جدا 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 هيه 2011 ده بالنسبة لسنة أولى احنا ما شاء الله صعدنا كنا مشاركين بثمان فرق أول سنة هي السنة التي تلغت فيها اللي هي قبل الفاتر أيوة صعدين بست فرق جمهورية صعدين كمهورية لغوا جمهورية قال لك عشان الكورونا السنة دي السبع فرق بنلعب بيوم الحمد لله أول باربع فرق ومركز تاني باربع فرق تمام اللعب الجميل طبعا اللعب زياد محمد صار قولي يا زياد كده مين في له زياد زياد أو انت حبيب يا زياد موين كان بقى زياد 2010 2010 ملكزة كيف في الملعب هافي مين هافي مين احرصت الهدف بقى اه احرصت الهدف في الدولي كسبتوا مين كده كسبنا شرقية الدخان شرقية الدخان كويس يعني انت بتلعب زي مين كده في الأهل كده انت اللاوي لازم كده اهلاوي اهلاوي انت بتلعب زي مين في الأهل كده اه بتحبي مين في الأهل طي زي كاربا كده كتنا اه بتحبي مين في الأهل كاربا كاربا مهش يا زيز وانت محمد اسماعيل بقى مركزة كيف في الملعب باكشي مال باكشي مال زي مين كده اهلاوي لازم تكون اهلاوي اهلاوي برضو ايه حكايتكم زي مين كده في الأهل علي معلول علي معلول نشوفوك كده زي علي معلوم كده يا رب إن شاء الله بإذنه ملو بمورانكو بقى كابتن محمد الجزاو كابتن محمد وكابتن أحمد يلا نشوفوكو حقا كويسة كابتن أحمد يعني بالنسبة للتجربة بتاعة دور الأكاديميات التجربة نجحة نجحة جدا 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 بقول المقيس جدا أنا بقول لك سنة أولى إحنا كان عندنا 2011 كنا بنكسب بالعافية 2-0 السنة اللي هي لسه الدوري لحد دلوقتي بيقولها هيتلعب شهر أربع ماشاء الله إحنا عندنا يعني سيف طلبة عمر أشرف شيكو منعم زياد سمك ياسين لأبرز اللاعبين اللي متأيدين الخمشاء اللاعب اللي متأيدين والله العظيمة كابتن أحمد لعبها كلها يلعب ومتخبائي طيب بسم الله ماشاء الله يعني إن شاء الله بإذننا قادرين لإنتوا تفلصوا لعيب اللي عنده دور ممتازل معنا المركز الثاني 14 بنت وإحنا المركز الأول 24 بنت نادي الأهل بتاع 2011 يا رب اللي هو كده حاجة كويسة كده والله يا كابتن أحمد فريد 2011 عندنا حاجة يعني عندنا طريح حمد 2014 طريح حمد بجد طريح حمد بس طريح حمد بجد طريح حمد ده وإحنا نسمعه طريح حمد عندنا بوتريكا وعندنا فرجاني حسين حسين ده لعب كويس جدا جدا برضه 2010 وعندنا صبري محمد صبري وعندنا جون كويس جدا 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 مدارب منتخب مصري كان بيكلم مع حضرتك مواليد 2006 وعندنا أحمد مجدي ده لعب كويس جدا 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 وعندنا حمد وصبري محمد صبري 2007 يلعبوا منتخب 2006 مستريحين وعندنا ريان من السداد لعب كويس جدا والله العظيمة كابتن أحمد بصراحة يعني مستقب المنوفية برئاسة الدخط المحمد الجزاوي والله يا كابتن أحمد عندنا لعبة مواهب 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 إن شاء الله كده لأهم كده في الممتاز بإذن الله محمد إسماعيل اللي قولي كده بقى أفضل مباراة لعبتها بقى أنت لعبت المباراة الشريعة للدخان ولا كان ماتش إيه؟ الشريعة الدخان واللافينة والشورى أه يعني أنت ومع لفينة طيب لفينة كسبناها اتنين واحد جال يا الله إنا أحرص أهدف في هذا الماتش ولا ساعد زمالك على الفوز لا ده حطي جنف في نفسه؟ لا لا حطي جنف شريعة الدخان شريعة الدخان كويس 2009 إحنا مركز الثاني في 2009 والله طب قويس وإنت زياد زياد العيد قويس جداً 2010 قولي لكده زياد أنت مسك الأعلى في اللعبة بقى مين بقى دولياً؟ تسمع عمد شطر يا المدريد ولا برشلونة؟ لا آآ أنا بسمع عمد شطر برشلونة برشلونة تمام وإنت اسمع عمد شطر الأهلي أنت الأهلي بتموت في الأهلي إنت الأهلي كسب بالعافية بقى مبارح آآ كابتن أحمد عايز أتكلم برضو عن طفرة الجميلة اللي عملها قطر على الناشئين بنادي المستقبل أنتوا طبعاً ماشيين على هذا النهج إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله زي ما في الفقرة السابقة كلموا عن توسعات لأننا نبدأ أعمل أفرع في بعض المدن يعني دي حاجة كويسة برضو حيجي لك لعبة كويسين بالنسبة للمدربين اللي شاغلين يعني إحنا حالياً دلوقتي عندنا ثلاث فروع آآ في المنوفية في الدين والسادات ومبابا الدكتور محمد الجزاوي هيعمل فرع جديد في اكتوبر ولسه فيه فرع احتمال كبير يبقى في الدهالية والشرقية وطنطر طب والله كوزي دي حاجة كويسة كده عندنا مدربين كلهم معهم شهادات وده صحة وده صحة كل المدربين معهم السي مفيش حد معه السي بس كله مع السي يعني معهم السي وشهادين في أكاديمية عندنا حاجة كويسة برضو مدربين والله العظيم عندنا في المنوفية والدكتور خادق جمال طبعاً مفيش حد معه كل الناس معه السي ما اللي حصل عدو رضا حيفيد المعلومة هتوصل للولد كبتن شرقاوي ده كويس جداً 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 عندنا في مبابا هنا الكابتن شيكو طبعاً وكبتن رامي سيف وكبتن محمد الشرقية والكابتن علياء يعني الكابتن علياء والله العظيم بتعمل كل حاجة عشان خطر الفرقة يلا ربنا وفاكو يا ربنا كبتن قول لي كده زياد حابب تشكر مين بقى كده على الهوى كده كبتن معمد الجذاوي وكبتن وكبتن كبتن عامل الجمال وكابتن خالب تمام وكابتن وحابب تشكر مين بقى في بيتك بقى بابا وماما كده ولا ايه بابا وماما و petitesة بو ما وبس طيب بيتة يا طيب وطبعاً وانت اسمعيه بعب التشكر مين بقى عربيت بقى أشكر كابتن معمد الجماوي وكابتن معمد الجذوي وأشكر أمي وأبويا وأخواتي وتقيتها برضا حاببين تشكروا مين تاني وكابتن وزمائلكوا برضو تشكروا ماشي كابتن أحمد قبل المختن بقى حابب تواجه شكر خاص في المجال رادر مين أنا بصراحة بشكر الدكتور محمود سعد جدا 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 وأستاذي حالك دي أبس أتكلم على وضع الدكتور محمود سعد تفضل اللذي لا يشكر الناس لا يشكر صح الدكتور محمود سعد بأمان خيره على كل مدربين مصر خدم الصغير قبل كبير دي حقيقة وعايز المؤنسة أحمد مجاهد قبل ما ياخد أي قرار يعرف الدكتور محمود سعد عمل إيه في المدربين مفيش مدرب في مصر كان معه رخصة الراجل ده هو اللي عمل رخص هو اللي دخل لرخص في مصر دي كلمة يعني كلمة وصفة رسالة وإحنا طبعا بنشكر الدكتور محمود سعد طبعا من خلال هذا البرنامج تشكروا بقى خاص بقلمين أنا بشكر كل الناس اللي اشتغلوا معنا في مستهب المنوفية على رأسهم كابتن دكتور محمد الجزاوي الراجل ده بيتعب بيتعب جامد جدا جدا دكتور محمد الجمال كابتن خلد الجمال كابتن الشرقاوي وكابتن علياء كابتن شيكو مجموعة محترمة وربنا وفاقك كابتن أشرف كل المدربين بشكرهم لأن احنا أربع فروع وإحنا طبعا بنشكركم طبعا شكرا في ختام هذه الفقرة بشكر ديوفا الكرام هنطلع طبعا لفاصل ونستقبل لعبي مواهب أو فقرة مواهب على الطريق من نادي المستقبل الرياضي ورجعنا لكم تاني في فقرة مواهب على الطريق انضم إليها اللاعب الجميل اللاعب محمد وكيل موليد 2003 أنا وصحب محمد مرحبا لك أحمد مرحبا لك اللاعب الجميل أحمد أمين موليد 2005 بنادي المستقبل الرياضي أنا وصحب أحمد اللاعب محمد مصباح موليد 2006 أخبركم إيه قل لي محمد وكيل بقى انت مركزة كيف الملعب كده تلعب فرود أحرصت هدفة شغال كويس نبقلو عليك فرود جامل كده نورك حي كويسة إن شاء الله كده وانت أحمد أمين مركزة كيف الملعب بس أساسي حف شمال طب كويسة صوبة يعني وانت محمد مصباح هفلفت هفلفت نعيب هفلفت كل أسباح؟ أه الحمد لله الحمد لله قل لي محمد وكيل كده يعني بدايتك كانت فين لا أنا بدايتك كانت في نادر المستقبل طبعا معنا دكتور خالد يعني دي كانت البداية لو نادر مستقبل تماما أنا مجدتش لايبت كرة قبل كده طب كويس ورحت لدكتور خالد بفضل الله وفي جنبي قلت عملت كويسة كده وشغالين أيوة أيوة تمام ملي بنمرانك بقى دكتور خالد دكتور خالد الجمال طب والله كويس أحمد أمين نقولك كده برضو بدايتك كانت فين أبو حمد أنا بدايت في الأول خلاص كان مع الكابتنين خالدت في نادر المهندسين قلت نايح وانا في ربع أبتدأ تمام وبدأت كرة إنت بدأوا أنت صغير أه بس المعلم من الكرة أساسي أساسي واحد عندنا من منطقة اسمه إبراهيم جابر هو أنا صغير خالص كان بيجيبه الكرة ويعلمنا السلام بقى إزاي هو للفضل بصراحة إبراهيم جابر ده هو للفضل هو زي أخوات كبير وكل حاجة أنا بحب أشكوره من قبل الحلقة تمام أحبه وانت محمد مصبح بقى بدأت لسه قوي بداية لك قلت المهندسين الأول مع الدبتور خالد الجمال وبعدها روحنا نادر 11 في المدينة وبينها بنتمرون هنا طب قويس والله قل لهم محمد وقيل كده أنت طريقة لعبك زي مين كده في الأهل بتاع الأول وليس مكلا أول أهل أول طب طريقة لعبك زي مين كده أنا مش متابع بجد بسراعة بس الدبتور خالد بيقدر أنه هي يامل مني جملة إلى اللي عملي مبارح مش متابع متشد مش متابع متشد معنا الكابتن رمضان ناجي رئيس نادي المصي السلوم أهلا وسهلا كابتن رمضان التعايات لك يا كابتن أحمد وضيوفك الكرام الله يخليك كابتن رمضان طبعا بنهني ولمبارك طبعا تصدرك للمجموعة الثانية عشر مجموعة مطروح طبعا نادي المصي السلوم متصدرا برصيد عشر نقطة كابتن رمضان ألف مبروك الأول للتصدر الله يبارك فيك كابتن أحمد وإن شاء الله ربنا يتمامه على الخير السنة دي بإذن الله إن شاء الله كده وتصعد الممتاز بإذن الله كابتن رمضان يعني الجولة اللي جاية مع مين إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بكرة عندنا مباراة مع ذلك الشرطة تمام وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونحافظ على الصدارة وإحنا فضلنا حوالي خمس أسابيع وينتهي الدوري محافظة مطروح إن شاء الله طيب في أي طبعا يعني سلبيات تعقوة مصريات الفريق ولا في أي إصابات كابتن رمضان والله يا كابتن أحمد من نسبة الإصابات تعرف الدوري عندنا مضغوط وكل أسبوع بنلعب مباراتين ده صعب برضو للعيب المصري دي مش متعود على كده دي حاجة والحاجة الثانية برضو موضوع الدعم اللي السناني محصل لاش عليهم السيد المحافظ هو اللي مسبق مشاكل الأندية كلها وبتعاني معاناة كبيرة طب إحنا بناشد طبعا من خلال طبعا كلامك طبعا ومن خلال البرنامج طبعا بناشد المسؤولين عن سرعة صرف اللعانات بتاعت أو الدعم الأندية القسم الثالث طبعا علشان طبعا مصيف باهظة كابتن رمضان يعني المدربين صراحة مين المدير الفني والله كابتن حودة الترك للأمانة راجل محترم والكابتن صالح شليتة معنا والمدرب محمود مدرب حراس المرمى للأمانة عاملين شكل كويس للفرقة بعد توليم المهمة اللي كانت صعبة الحمد لله ربنا كرامهم ومشيين بخطوة سبتة نحو الصعود بإذن الله إن شاء الله بإذن الله كده نسمعه أخبار كويسة كده بالنسبة لنادي المصري السلوم شكرا جزيلا كابتن رمضان ناجي رئيس مجلس إدارة نادي المصري السلوم أحمد أمين يعني أنت تطلعاتك في الفطرة القادمة بقى حدث هدف عايز وصاله يعني محطتك دي نادي المصري والمحطة لأن توصل لحتك وإيس أو ألا إيه إن شاء الله أنا نفسي نفسي أصلا نلعب في نال سموح أنا أنا صغير ونفسي أبقى لعب منتخب مصر وبرضو بحب كريستينا رونالدو وكدوتي ونفسي أبقى زيوك نبني وفاك كده إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله وإنت محمد أوكيل نفسك تطلع أي بقى وفيه تطلع الزبط ولا دكتور لا 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 يمكن القدم زي قدوية محمد صلاح وكدوية محمد صلاح وكده أنا ونفسي أطلع شبهه وأطلع في ندى عالي إن شاء الله وإنت محمد أوكيل إن شاء الله زي محمد صلاح على إيد الدكتور خالد الجمال إن شاء الله على إيد الدكتور الكابتن أحمد كابتن أحمد الإنجليز طيب يا ريت تحضروننا الصور كده نعرضها صور الإسبوع طبعا ربنا وفاوكو معانا الصور طبعا هذا الإسبوع طبعا آه كويس ماشي اللعب أدهم سيد همام لعيب ممتاز مواريد ألفين بنادي الزر الرياض وحيكون ضفنا إن شاء الله بيزنان في الفقرة القادمة الصورة البعدية طبعا وقف على هذا الحكم عاطف حسين طبعا حكم مباراة نادي المجموعات العلمية ونادي التربية والتعليم يعني معلش الحكم أخلاق قبل الصفارة لأن طبعا هو القضوة وهو المثال اللي يحتذى به داخل الملعب لما يندهى على اللعب وقل له ياد وما سمعش صودك ياد أنا معايا كرت أحمل حبطلك كورة ياد بطريقة يعني السفزازية ده إنت لسه لسه يعني إنت لسه في البداية يا ريت للحكم كده يبقى فيه يعني حاجة كويسة اللعب حتى بجي تأسف له قل له ماشي ياد بدأ ما بطلك كورة خلص جيت أسفلك والموقف ده حصل جيت أسف له كده على إيه مش عارف ولكن يعني حطت اللعبة في دماغه وماشي ياد أنت لازم أن أخسركم إيه الكلام اللي فاضي ما ينفعش الكلام ده يا ريت وقفة بالنسبة لحكمنا الجمال طبعا الصورة المعددة طبعا ده الجهاز الفني بتاع نادي المصي السلوم المتصدر المجموعة الثانية عشر الكابتن عطف باتل والكابتن شيف والكابتن محمود توركي طبعا والكابتن المكوك الكابتن الجند المجهون الكابتن حمدي عبد الجواد المدير الإداري لنادي المصي السلوم فريق نادي الزرق طبعا موليد تسعة وتسعين كان فيه مباراة ودية بين نادي الزرق ونادي أسمنت حلوان وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما طبعا الكابتن هاني البشبشي مع فريق قوم فريق جيد ولعبها مميزين داخل أقطاع وكذلك برضو ملعبة نادي الزرق الرياضي وقدوا مباراة جيدة على ملعب نادي أسمنت حلوان ده فريق نادي المصي السلوم طبعا المتصدر المجموعة الثانية عشرة وان شاء الله بإذن الله كده نسمعه الصعود للدوري الممتاز ان شاء الله طبعا في ختام طبعا الله يرحمه ويسامح يا رب الكابتن محمد وقض بحكم منطقة البحيرة حكم الدرجة الأولى وفاته المنية أمس ان شاء الله يكون من أهل الجنة بإذن الله وكذلك الكابتن سيد مسلماني الخبير طبعا المكتشف اللاعبين برضو الذي وفاته المنية تأول أمس طبعا كل الدعاء له لهم بإذن الله طبعا حبيب تشكر مين بقى وكيل طبعا دكتور خالد والدكتور محمد جزاوي والد والدتي تمام في حد تاني تشكره أخت الكبيرة نعم وقف جنبك مساندا وانت أحمد أمين بقى حابة تشكر مين حبيبين أحب أشكر أبوي أم أولا طبعا أختي نورة أختي نورة واخته وفاق برضو أخوات الانتنين بعدين بحب طبعا نشكر الكابتن محمد الجزاوي دكتور محمد الجزاوي ودكتور خالد الجمال أحب طبعا نشكر صاحبه مدرسين عشان وقفين جنبي وأهل منطقته برضو ربنا وفاقك أبو حمد كنت شح حبيبي لعيب جنبي وانت محمد أحب أشكر كابتن خالد الجمال والكابتن محمد الجزاوي وأشكر بابا وموت برضو على قفيتهم جنبي وعمتهم برضو في الجنبي ربنا وفاقك أرب اتفاضل حمد برضو برضو أحب أشكر طبعا علمنا الكرة وانا صغير إبراهيم جابر واحنا بنشكره حبيبي حنطلع الفاصل ونسبب ضيوفنا الكرامة للكابتن محمد السوكة المدودة الفني لمواليد الفين بنادي الزرق الرياضي ومعه اللاعب أحمد رضا حرس مرمى مواليد الفين وخمسة وكذلك اللاعب أدهم سيد همام مواليد الفين بنادي الزرق الرياضي